استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة معالي المحامي السيد عبد الكريم الدقمي رئيس مجلس النواب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفدة المرافق وذلك بحضور سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي رئيس مجلس النواب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق وشيدا معاليه بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة النابعة من الحرص الكبير والدائم الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظه الله لمواصلة تطويرها في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر